من جانبه أكد السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تطلع بدور وطني كعنصر فاعل وشريك أساسي لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم من خلاله المراجعة الدورية والفاحصة لكافة المعطيات التشريعية وذلك في إطار التعاون الكامل مع الحكومة الموقرة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء جا ذلك في كلمتنا القاه العرادي بالنيابة عن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وضح العرادي أن الوثيقة البرلمانية لتعزيز الأمن القذائي العربي ستكون حافزا أكبر للجهود الرسمية التي تبذلها الدول العربية في سياقة استراتيجية عربية للأمن القذائي وأشار العرادي للموقف الثابت لمملكة البحرين في تعميق أطور الدعم والتضامن العربي في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات بما يعزز الأمن الغومي العربي ويرفع مستويات الكفاءة في تحقيق متطلبات الأمن القذائي العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر